أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان أهل خليفة رئيس الوزراء الموقر حرص مملكة البحرين على توثيق التعاون مع جمهورية روسيا الاتحادية باعتبارها الأقرب جغرافيا لدول مجلس التعاون ويجمعها بالبحرين ودول المنطقة العديد من التجمعات القارية فضلا عن أنها تشكل قوة دولية ذات ثقل سياسي واقتصادي كبير ولها دورها الإيجابي في ترصيخ الأمن والاستقرار الدوليين ومكافحة الإرهاب في العالم وقد أشهد سمو بالمواقف القوية لجمهورية روسيا الاتحادية الصديقة تجاه كل ما يسهم في تحقيق أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط وما تليه الدولة الصديقة من اهتمام بتعزيز علاقات التعاون مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وشدد سمو على أهمية تعزيز التعاون بين مملكة البحرين وجمهورية روسيا الاتحادية الصديقة في مختلف المجالات ارتكازا على ما يجمع البلدين من صداقة وطيدة وتفاهم وتنسيق مشترك تجاه العديد من القضايا الإقليمية والدولية وهو ما يشكل دعامة قوية لشراكة مثمرة بين البلدين جاء ذلك لدى استقبال سمو في قصر سمو بالرفاع لسيد فيكتر زبكوف الممثل الخاص لفخامة رئيس فلاديمير بوتين رئيس جمهورية روسيا الاتحادية للتعاون مع منتدى الدول المصدرة للغاز ورئيس مجلس إدارة غاز بروم الروسية الذي يزور مملكة البحرين حاليا وقد رحب سمو بزيرة المسؤول الروسي إلى مملكة البحرين لما لها من أهمية في تنمية التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين والارتقاء بمجمل العلاقات إلى أفاق أرحب تلبي تطلعات البلدين والشعبين الصديقين ومؤكدا سمو أن البحرين تحرص على بناء علاقات مع كافة دول العالم تقوم على التعاون والاحترام المتبادل وتحقيق المصالح المشتركة وقال سمو إن مملكة البحرين تنظر برؤية استراتيجية إلى تطوير علاقاتها مع جمهورية روسيا الاتحادية الصديقة وتحرص على الارتقاء بالتعاون والتبادل الاقتصادي والتجاري ومجالات الطاقة فيما بين البلدين إلى مستويات متقدمة تلبي تطلعات البلدين الصديقين ودعا سمو إلى أهمية تكثيف الزيارات بين كبار المسؤولين في البلدين بما يسهم في الارتقاء بمجالات التعاون إلى أفاق أرحب على كافة المستويات فضلا عن تعزيز التفاهم تجاه مختلف القضايا التي تهم البلدين وشدد سمو على أن التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي تتطلب مزيدا من التنسيق والتفاهم بين مختلف الدول من أجل الوصول إلى صيغة جديدة للتعاون الاقتصادي الذي يحمي الدول والشعوب من التقلبات الاقتصادية ويحافظ على جهودها على صعيد التنمية الشاملة من جنب أعرباء سيد فيكتور زبوكوف عن خالص شكره وتقديره لسمو رئيس الوزراء مشهدا بما يوليه سموه من حرص واهتمام بدعم التعاون بين البلدين الصديقين وبما يمتلكه سموه من رؤية حكيمة تجاه كافة القضايا على قليمية والدولية وأبدأ إعجابه بما طرحه سموه من رؤى وأفكار غايتها تقوية أطر التعاون الاقتصادي والاستثمار بين البلدين الصديقين في مختلف القطاعات خاصة في قطاع النفط والغاز ومؤكدا حرص بلاده على تعزيز مجالات التعاون المشتركة مع مملكة البحرين على كافة المستويات باعتبارها الشركة هاما لروسيا في المنطقة ويجمعها بها تفاهم كبير في العديد من المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية